موسيقى 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 نعم المثقف يعرف شي عن كل شي مقاس التقافي عندي أولا أن يكون الإنسان أخلاقها حلوة ثنيا أن يكون الإنسان تعامله مع الناس إسافة معلومات كثيرة موسيقى 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 من مدة المدة و... موسيقى مقياس الثقافة ينقسم حسب بيئة المجتمع التي تعايش فيها مرات ننقيس الثقافة حسب التعليم مرات ننقيس الثقافة حسب الأخلاق وغيرها من الأمور الأخرى بالمجتمع بس على العموم من أجير تقيس ثقافة شخص بالنسبة لي تقيسها على مبدأ الحوار بيننا من يفتح بيئناتنا حوار وين رح نوصل لنهاية الحوار وشون رح نتخذ القرار بالأخير أنا أراها واحدة من مقياسات الثقافة بالنسبة لي هيا متنقاس على مكان معين أو قراءة الكتب معينة يعني الثقافة متنقاس إليها فقط إلى قراءة الكتب لا إنه إذا الشخص اللي ألتقي بي حقيس الثقافة مغالدة حسب ممكن على المعلومات العدة ومو بس هاي حقيسها على المواضيع الحساسة اللي ما يضطرق لها المواضيع اللي أحسها طائفية أو الدينية اللي بيها تعارض مع الأديان الأخرى من هذا النوع يعني أقدر أقيس هذا الشخص المثقف إنه مبتعد عن هاي السلبيات اللي دهت أذي المجتمع